نقال مسؤول كبير في هيئة الحجدة نقال نقش مع قادة الإطار التنسيقي ملافة فلح الفياض في محاولة لتجنبه الإقالة لكن دون جدوى المسؤول بيّن أن هناك قرار شبه نهائي بإقالة فلح الفياض من قبل قادة الإطار التنسيقي لمعاقبته على وقوفه مع السوداني وأشار إلى أن زعيمي دولة القانون وأهل الحقة يسعيان منذ فترة طويلة لإقالته لكن الآن لديهما مبرر قوي وغطاء قانوني القيام بذلك وأضف أن الفياض سيكون حضحي المعركة بين السوداني وزعاماء الإطار التنسيقي وأن توسيع نطاق المعركة وإخراجها من المعسكر الشيعي يمنحها بعدا وطنيا ويخفف الضغوط على القيادات الشيعية المدعومة من إيران ويجعل من الصعب على أي من أطرافها الاعتماد على أي تسوية مقترحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر